اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبهذه المناسبة أكدى سعدت السيد حمد يعقوب المحميد مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء أن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية يعكس الحرص الذي تليه مملكة البحرين لمواصلة الاستثمار في الكوادر والكفاءات الوطنية ودعم تقدمهم لإشراكهم في مسيرة التنمية والبناء والإسهام بفاعلية في تطوير العمل الحكومي ورفع كفاءته تجسيدا لرؤية الطموحة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأعرب المحميد عن خالص تهنيه للدفعة الجديدة من البرنامج متمنيا لهم التوفيق والنجاح والاستفادة من الفرص النوعية التي يوفرها هذا البرنامج مشيدا بما قدمه منتسب الدفعات السابقة طوال السنوات الماضية من جهود متفانية وعطاءات مخلصة ترجمة نانسي قنقر